تفضلت وقلت أن هذا مهم جدا حوار الحضارات أو حوار الثقافات الآن نتكلم أكثر عن أظن أنه مسألة حوار الثقافات هناك ثقافات متعددة على الكرة الأرضية وعلى الصعيد الموسيقى هناك موسيقات متعددة حتى لو اعتبرنا أن الموسيقى في لغويتها فيها ظاهرة واحدة إنما هناك لغات متعددة إذن كي ندخل في حوار مع الآخر علينا أن نكون في غيرية وإن كنا مندمجين بالآخر قبل أن نحاوره لا حوار ممكن أو كنا منغلقين كليا على نفسنا في سلفية أو في تقوقع أو في تزمت ثقافي أيضا هناك مشكلة علينا أن نعي ما هو أساسي في ثقافتنا في مختلف الأنشطة يعني إن كانت فكر فلسفة دين أو موسيقى أو أدب علينا أن نعي ما هي الأركان الأساسية التي تحرك الحياة في هذا الإطار وأن ننطلق من ذلك لكي نطق بنفسنا وبما أعطانا هو الله أغضق علينا من خيرات الله سبحانه وتعالى وأن ننطلق لكي نكون تصنيفات أو مصنفات جديدة تكون تفعيلا للإرث تفعيلا للينبيع في معادلات جديدة اليوم قد نستطيع أن نقدمها إلى العالم وأن نكون لنا مكان تحت الشمس وأن لا نكون من المستهلكين والمستهلكين لإستلاع الثقافية الغربية في إطار عولمة كارثية إذا لم نحسب حسابنا لهذا التراث وللتقليد التأويل العولمة الكارثية التي تتحدث عنها هل هناك عوامل؟ قد تكون عولمة جيدة لكنها كارثية نعم هي ليست بالمنحة السلبي دائما